وعلى هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الدمهورية أن الرئيس السيسي حرس خلال اللقاء على تأكيد دعم مصر للقيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط وتقدير مصر لجهود السلطة الفلسطينية لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته في مواجهة العضوان الإسرائيلي على غزة كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر قيادة وشعبا للحرب الإسرائيلية في غزة والتي تتفاقم أثارها بسبب العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية مستعرضا الجهود المصرية المكثفة لحجد موقف دولي جاد وصارم إذاء الإجراءات الإسرائيلية وكذلك التحركات المصرية لإيقاف الحرب ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وإنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهل القطاع في هذا الإطار أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت نحو ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشددا على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية تعد الضامن الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني الموقف المصري الثابتة الداعم للقضية الفلسطينية والخطوات الجادة التي تختخذها مصر سعيا لإقاف نذيف الدم الفلسطيني مؤكدا حرصه على التشاور والتنصيق المستمر مع الرئيس السيسي لاستعادة السلام والأمن بالأراضي الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ترجمة نانسي قنقر